اشتركوا في القناة اقول له ايضا كل عام وانت بخير وكل من تحب والتاريخ هو 15 كانون تاني يناير الذي صادف بعد غد الاحد وهو ذكرى 105 لميلاد جمال عبد الناصر وهذا في حد ذاته يعني تعبير عن هذا التواصل حتى في تواريخ الميلاد بين الأخ الأستاذ كمان شاتيلة وبين التجربة الناصرية وبينما كان عليه هذه التجربة في القرن الماضي لن ادخل في الحديث الآن عن ذكرى جمال عبد الناصر ليست هي موضوعنا لكن بهمني طبعا انه شير لهاته يعني التواصل بين الموضوع عن رجوة اليوم وبين ايضا ما كان في التجربة الناصرية وسنسمع ان شاء الله ذلك من الأستاذ كمان الحقيقة وجدت أجمل تعريف عرف فيه عن الكتاب الذي لم تصلني نسخة منه بعد ومن ان شاء الله انه قريبا اطل عليه هو ما كتبه الأستاذ معان بشور الأستاذ معان بشور كما تعرفه هو رئيس المركز العربي والدولي للتواصل وهو مؤسس ورئيس المنتدى القومي العربي في لبنان وطبعا كان ايضا من العام السابق المؤتمر القومي العربي وله قدت يعني مسؤوليات ومؤسسات المتباعة جميعا لكن بتاريخ 21 نوفمبر الماضي حينما ايضا صدر الكتاب الأستاذ كمال شديلا في القاهرة كتب الأستاذ معان بشور ما هو اعتبره مقدم وممتاز الحديث اليوم عن ندوة اليوم قال الأستاذ معان في مقاله برغم أن أكثر من نصف قرن جمعتني مع أخواني بالأستاذ كمال شاتيلة وأخواني على طريق النضال في الجامعات والميادين والشوارع دفاعا عن وحدة لبنان وعن أوروبته وعن كرامة الإنسان وحقي في عيش كريم إلا أنني فجأت به عام 2003 على أحد القنوات العربية متحدثا عن أفول العصر الأمريكي رغم أن كاسيرين كانوا مأخوذين أنزاك بالدور الأمريكي الدولي وقد بات وحيدا خاصة أنه بات وحيدا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد أن فققت السياسة الأمريكية فققته في المنطقة من اتفاقيات مع العدو الصهيوني ومن احتلال للعراق ومن هيمنة كاملة على القرار الرسمي العربي الذي شكله غطاعا لإحتلال بلد من أهم بلدان الوطن العربي الكبير لم يفاجئني يومها موقف الأحكمال وهو المناضل العروب الناصري السابت على مبادئه والقابض على جمر عروبته فأنا أعرفه منذ زمن ولكن فاجأني في حديثي بهذه الرؤية العلمية الثقافية وتلك المعلومات الغزيرة عن واقع الولايات المتحدة الأمريكية التي يمتلكها عادة أمهر الباحثين وأكثرهم علما وأعترف أنني منذ ذلك اليوم بدأت تابع كمال شتيلة الباحث والمفكر والمحلل كما كنت تابع كمال شتيلة القائد الناصر والمناضر العربي اللبناني وأعتز بما يقول وبما يكتب وأسعى مع رفاقي للترويج لما يكتبه لا سيما أن تحليلاته المبكرة مع العيل من المثقفين العربيين كالصديق العزيز الدكتور زياد حافز وعلى فكرة معنى هو الأستاذ معان ومعنى الدكتور زياد التي كتبه الأستاذ معان كالصديق العزيز الدكتور زياد حافز كانت تشير إلى وجود فكر طالية عند أبناء الحركة القومية وقد ظننا كثيرون أنها قد انتهت فيما كل المؤشرات في بلادنا تشير إلى أن كل المشاريع الأخرى باتت مأزومة إلا المشروع القومي العربي الجامع الذي وإن لم يكن أداء بعض حاملية ناجحا تماما لكنه من الناحية الفكرية يبقى هو الأقوى اليوم بعد أن وصلني كتاب الأخكمال شتيلة الجديد عن الديمقراطية الاستعمارية وانهيار الامبراطورية الأمريكية وتصفحت فصوله وصفحاته شعرت من واجب أن أكون أول من يكتب عنه لا لغنى محتواه وسلامة تحليلاته فحسب بل ولأنه يؤكد طليعية الفكر القومي العربي وقدرته على الاستشراف المبكر للتحولات من حولنا ومستهر طبعا الأستاذ معا في مقاله الفصول تبع الكتاب اللي هي حوالي 18 فصل وينهي هذا المقال بالقول كتاب الأخ الأستاذ كامال شتيلة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني يحرص على الجمع بين المبدئية والموضوعية بل هو كتاب ينبغي أن يكون له مكان في مكتبك كل عربي وكل مسكون بهموم أمته فهو دليل على أن بين مصقفين العرب وقولهم قادرة على الاستشراق وتواكب السواعد التي تحمل بنادق المقاومة والتحريط بالحقيقة وجدت هذا المقال لأستاذ معا خير تعريف عن الأستاذ كامال وعن الكتاب نفسه وحأترك الكلام للأستاذ كامال بحكم الحاجة إلى الوقت الذي نريد أن يستفيد مما عنده في هذا الموضوع وأعتقد أن الحديث الآن ليس عن الكتاب بتفصيلات وبمقدار ما هي ندوي حول جوهر مضمون الموضوعات التي تضمنها وبعد ما نستمع للأستاذ كامال ستكون هناك ساعة مراقشة مع ما سنسمع أيضا منه على القضايا المتعددة التي هي في هذا الكتاب أهلا بكم جميعا وأهلا بأستاذ كامال شتيلة معنا مرتين في ندوي مركز الحوار التي نقيمها الآن على شبكة الانترنت كلمة لك أستاذ كامال فضل شكرا يا أخ صبحي ألف شكر لألك ولمركز الحوار الذي أخذ دورا طليعيا رائدا في المجال الفكري والاستراتيجي والحوار بين المثقفين العرب وبطرح القضايا العربية بأسلوب هادئ رصي وناضج أهنئك على مركز الحوار وأهنئ مقالاتك الموزونة الجيدة طيبة وأتوجه بالشكر إلى أخي بعن بشور الذي أول من كتب عن الكتاب مقدرا جدا هذه الكلمة الطيبة التي بعثها وكتبها جزاه الله خيلا ووجه التحية إلى أبناء القومية العربية أبناء القومية العربية الذين لا زالوا متمسكين كما قال الأخ صبحي بالفكرة وبالمبدأ وبالرسالة أن هذه الرسالة مهما علت أصوات العصبيات القطرية والعصبيات المذهبية والعصبيات الطائفية تبقى هي المشرقة وهي الأنوار التي تضيء طريق الأمة نحو الخلاص من الآلام والاستعمار والاستبداد نحو الحرية والوحدة والعدالة من منطلقات الإيمان الديني والعروبة الحضارية الجامعة إلى أبناء القومية العربية الحركة القومية العربية التي يحاربوها ويحاربوها كل من ذكرناهم من عصبيات تبقى هي الشعلة وهي الأمل وهي الأساس في العمل من أجل غد أفضل لهذه الأمة إخواني وأخواتي الكرام لا شك بأن المتغيرات الدولية التي تشهدونها اليوم كانت هي مبكرة لأنه بعد سقوط أو تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1989 أعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أصبحت وحدها في الساعة تفعل ما تريد بأي وطن وبأي بلد وبأي جهة كالسكين بالزبدة فتتصرف كأنها وحدها في الساعة الدولية خصوصاً أنه يعني مصادر دراسة الأمن القومي أيام الرئيس بوش الصغير وقالت بأنه لا يمكن أن يوجد من ينافس الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح الدولي وانصب كل همها على ما تسميه هي الشرق الأوسط ونسميه ما نحن العالم العربي والوطن العربي والأمة العربية وكانت هذه التجربة هي البداية عند الأمريكيين أيام جهة جوش الصغير بمشروع الشرق الأوسط الكبير لتقسيم كل قطر عربي وتحويل الكيان الصهيوني إلى حالة أمبراطورية بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية كان هذا هو المشروع وبدأوا ودمروا العراق وليبيا واشتاحوا وحدة السودان وفعلوا ما كل ما ما فعلوا ولكن تبقى هناك مسألة هامة لا يلحظها الإعلام العربي اللي أغلبه متأمرك للأسف الشديد أو مقصر وهو أن المقاومة العراقية للاحتلال كانت الحقيقة هي شرارة مهمة جدا لمواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير وليس فقط الاحتلال الأمريكي للإرابي وبعدها لاحظنا أن هناك كانت مقاومة منتصرة في لبنان على الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نحو 30 عاما في بلدنا ومن ثم سموت سوريا ومن ثم المؤامرة الضخمة التي تمت في مصر في 2011 وكادت أن تطيح بأهم بلد عربي أو العاموذ الفقري للأمة لو لا هبت الشعب المصري والجيش في 2013 نيسان 2013 وكانت كانت 30 يونيو بالأحرى هي منطلق آخر لصد هذه الهجمة الاستعمارية الجديدة فأعادت مصر تماسكها والأهم أنها استعادت وحدتها الوطنية التي كادت تنهار منذ أواخر عهد مبارك ومن ثم تسلم لمدة سنة الحكم إخوان الأطلسي وثم القضية الفلسطينية التي ظننا كثيرون أنها أصبحت قضية همشية نجد أن الشعب الفلسطيني الحي والشباب الفلسطيني الذي لا يلطفت للانقسامات والحزبيات والعصبيات داخل الفلسطين بل صار ويسور دائما ويعطي أمثلة ويعطي انطباعات بأن هذا الشعب العربي الفلسطيني يستمد قوته وطاقته من تاريخ الأمة التي واجهت المعتدين والغزات والمستعمرين وبقيت ككيان قومي عربي واحد في جميع الظروف وتجاه جميع الغزات فلذلك نحن عمليا يعني كعرب نساهم في مؤخرا نعقد ثلاثة تمام عربية بالسعودية باستقبال وفي علاقات متقدمة شدا مع رئيس الصين الشعبية ومن ثم نعقد نؤتمر الجزائر يعني بعد أن كاد تختفي الجامعة العربية وينسى التضامن العربي نهائيا وكل بلد منشغل بنفسه والعصبيات القطرية تشتاح البلاد العربية اجتباعا خطيرا جدا بل واقتلاعيا يتناسب مع حالة المشروع الشرق الأوسط الكبير نجد ملامح لا أقول أنها أصبحت حقائق ميدانية ولكنها هذه الملامح تبشر ببداية التضامن عربي خصوصا بالاستفادة من هذه المتغيرات هذه المتغيرات دولية اللي بعد السقوط الاتحاد السوبيتي للأسف انفردت أمريكا وكثير أو معظم يعني الحكام العرب رضخوا للإملاءات الأمريكية بشكل واسع على أساس أنه ما باليد حلة وهي القوة الكبرى التي إن لم يستجب لها يعاقب الحكام أو الأنظمة أو الدول أو الشعوب فيها وبرغم كل ذلك نجد أن شعلة القومية العربية التي ظنوا أنها اتهت واختفت خاصة بعد رحيل القائد المعلم جمال عبد الناصر لا نجدها في كل مكان شاهدناها جميعا في البطولة المغرب التي جرت في قطر المباراة الرياضية العالمية وشاهدناها من عشرين سنة بأغنية أو أنشودة الحلم العربي ونلحظها دائما في كل محطات يعني أساسية تمر بها الأمة وهذا كله تباشير عدم استسنام على الإطلاق لكن لا نستطيع أن ننكر أنه لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في الساعة الدولية كان الوضع العربي يعني بحالة شبه مهزوم ومضروب ومع ذلك كان يقاوم ويقاوم ولا يستسلم وأدلة كبيرة جدا على مقاومة التطبيع ومعارضة التطبيع في كل مكان ومنتشر يعني حتى في مؤتمرات جدة التي حضرها حضرتها دول مطبعة مع الكيان الصهيوني صدر بيان يتمسك بالمبادرة العربية للسلام يلي فحواها عدم قيام أي علاقات بين أي دولة عربية والكيان إلا بعد انسحابهم من أرض السبعة وستين واستعادة القدس العاصمة لفلسطين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة يعني حتى بحضور سلس دول تقريبا كانوا مطبعين في مؤتمر جدة صدر هذا البيان باسم الجميع ويشعر المواطن العربي هنا وإن كان التباشير حتى الآن بسيطة أو محدودة إلا أنها موجودة وقابلة للتلام نشعر أن الشعب الفلسطيني اليوم يتحدى ويتصدى ويدفع الشهداء يوميا من أجل هذه القضية أين مشروع ترامب وأين تهويد القدس وأين الصحيح في مشاريع مستمرة إنما في مقاومة لها وفي مجابهة لها وفي انتصارات عليها يحققها الفلسطينيون الأبطال الذين يحتاجون إلى وحدة وطنية أعمق وإلى وحدة نضالية أكثر عمقا وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع لأن الانقسام هذا من أخطر ما يمكن هو ليس تقسيم فقط سياسي إنما تقسيم جغرافي بين الضفة والقطاع والقضية الفلسطينية تحتاج إلى وحدة مثل كل حركات التحرير التي تمت يعني في الجزائر كان هناك جبهة تحرير وطني واحدة في فيتنام جبهة تحرير وطني واحدة في مصر جبهة الضباط الأحرار وفي كل بلد عادة يكون هناك جبهة واحدة ممكن التعددية السياسية والتعددية الفكرية أن تكون موجودة لكن في إطار نضالي واحد وهذا أهم عنصر من عناصر القوة لاستعادة القضية الفلسطينية حيويتها سواء في الساحة العربية أو في الساحات العالمية كلها نحن طبعا أمام هذه المتغيرات الدولية التي نشهدها غرور قوة عند الولايات المتحدة الأمريكية كدولة يعني كبيرة لا شك ضخمة ولديها إمكانات مادية واقتصادية إنما في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ربما الإخوة العرب الذين يعيشون في أمريكا يدركون أكثر من غيرهم الأحوال البائسة الاجتماعية التي تشتاح الناس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقع تحت دين وصل قبل الأزمة الأوكرانية الأخيرة إلى 45 تريليون دولار فذولة كما قال عنها الفيلسوف الأمريكي بول كينيدي في كتابه عن مطلع القرن الواحدة وعشرين والمتغيرات أنه لا يمكن لأكبر بلد مدين في العالم أن يقود العالم وشكك في إمكانية أن تكون وحدها في الساحة فتعدد الأخطار عمليا بدأ من فترة مش من أزمة كوروة أو أوكرانيا لا بدأ مبكرا لأنه حتى بعد متوقف الصراع السوفيتي الأمريكي بتفكيك الاتحاد السوفيتي خرجت أمريكا أساسا بذين كبير لأنها كانت بحالة تنافس على التسليح بينها وبين السوفيت وخرجت منهكة من هذه المواجهة ثم استأنفت بحروب صرفت عليها تريليونات من الدولارات مما فيها أولها العراق التي كانت تحلم منها كل سروته فإذا بها تقع في هذا المهلك الكبير الذي استنزفها ولا زال حتى استنزفوها وبالتالي ف يعني عمليا المتغيرات هذه بدأت من قبل حينما استعادت روسيا قوتها برئاسة الرئيس بوتين وهي لولة كبرى ومهمة وعظمى استهترت بها الولايات المتحدة الأمريكية كما استهترت بالصين والصين نجدها الآن عملاق كبير جدا يحتار الأمريكيون بحلف مع أستراليا وكندا حلف ومع الاتحاد الأوروبي يحلف مع تنشيط الناتو مع تسليح إعادة تسليح اليابان وكل ذلك يعني من أجل تطويق إمكانية تشكيل قوة عالمية كبرى تواجهها ولكن هذا الأمر مستحيل لأن بلد لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة اقتصاديا وبالتالي في دول كثيرة لها روابط كبيرة مع الصين بما فيها حتى الأوروبيين فليس من السهل هذا التشكيل أن يقوم إنما يعني حتى الآن أنتم مثلا بتلاحظوا أنه الصين نفسها بعد ما دخلت بقوتها مع روسيا سواء في قصة أوكرانيا أو غيرها فبعده يعني الحلف الجديد مؤتمر شنغاي أو الثاني الاقتصادي لدول مقصود دول لبريكس يعني لسه حتى الآن أنهم بحالة تطوم يعني ما فيك طول الآن المواجهة جاهزة ولكن مع ذلك هناك سعي كبير جدا لأن شعوب العالم الثالث كلها تتجه إلى من يقف بوجه هذا الاستعمار الغربي الذي يتخذ أشكالا غير مباشرة وممباشرة ويتدخل في شؤون الناس والعلاقات وكل شيء فلذلك أنا أستبشر خيراً انطلاقاً من معطيات وانطلاقاً من نقاط وأسس كتبها الفلاسفة الأمريكيون والأوروبيون نفسهم والتي وضعتها في الكتاب ولا شك ممكن الإضافة عليها وأنا قلت في المقدمة الكتاب الديمقراطية الاستعمارية أرجو من كل من يقرأ هذا الكتاب سواء كان بخطة قومية العربية أو لم يكن يعني أن يبعثني بأية ملاحظات أو انتقادات أو أفكار أو اقتراحات لنستفيد منها وشكراً شكراً جزيلاً لك أستاذ كمال على هذا العرض المختصر لما هو مضمون الكتاب وهي فرصة الآن لنسمع يعني قدة وجهة نظر قد تكون وليس بالضرورة الآن يعني تتفق مع ما سمعنا وتختلف مع ما سمعنا لكن الموضوع بحد ذاته موضوع يصير النقاش والجدل طبعاً لن أبدأ مع الأستاذ معام بشور ولا مع الأستاذ زياد الحافز تلاهما ربما في حالة التوافق إلى حد كبير ما سمعناهم من الأستاذ كمال بود نبدأ مع الأستاذ آسيا عطروس وهي الصحفية التونسية المعروفة من تونس أستاذ آسيا إذا عندك تعليق على ما سمعت أو سؤال الأستاذ كمال ونتابع بعد ذلك وأرجو من الأخوات المشاركين معنا في هذه الندو إذا أرادوا السؤال أو التعليق يوجد على صفحة الزوم في أسفل الصفحة عندكم صورة الكف مكتوب تحتها بالإنجليز raise hand لمن يرغب يسويا لأعطى عليك لكن أبدأ أبدأ معك أستاذ آسيا ونتابع فيما بعد فضل أولا شكرا وأجدد التهاني بالعام الجديد عسى أن يكون يعني على الأقل أقل جروح وأقل مآسي وأقل حروب مما مر علينا حتى الآن الحقيقة يمكن تكون يمكن تكون هذه دفع الحساب حتى نقرأ الكتاب يعني هذه معنى بعض الملاحظات قبل أن نقرأ الكتاب يعني الذي لم يصلنا بعد ولكن أكيد أنا فيه الكثير مما لم يقله لنا الأستاذ حتى هذه الملاحظة وما يمكن أن نقرأه بين السطور أيضا أنا فقط أود أن أقول أني كنت أتمنى أن أكون بما هو عليه من تفائل بهذا الوضع العربي وبهذه الصحوة العربية ولكن الحقيقة ما نعيش على وقعه وأنطلق من واقعنا التونسي غدا أربعة هجان في حيد ثورة الشعب يحتفل بها والرئيس ينكيلها ولا يريدوا هذه الذكرى فقط في هذا الحدث وما تعيش على وقعه تونس من اهتزازات ومن صراعات بين يعني بين مؤيد ومعارض أقول أن المشهد العربي يحتاج لحقيقة إلى صحوة وإلى يمكن اهتزازات وإلى يمكن علاج بالكي لأن بلغنا مرحلة صعبة وصعبة جدا تصعب حتى أن تدوينها ما يحدث بين كما ذكر الأستاذ من مجازر يومية وإعدامات يومية في فلسطين تمر وكأنها لا شيء يحدث ما يحدث في العراق المدمر ما يحدث في سوريا ما يحدث في لبنان في كل مكان من هذا الوطن العربي أو هل هو وطن عربي هل هي خارطة عربية هل هي أمة عربية هل نحن تجمعنا قومية واحدة هل مجالت تجمعنا هذه الهوية كل هذه الأسئلة الحقيقة هي مشروعة وتحتاج منا إلى وقف التأمل وإلى أكثر من نقطة استفهام للبحث ليس في الماضي فقط ولكن في المستقبل وفيما يمكن أن يكون عليه ويقع الأجيال القادمة التي تولد وهي مقيدة بديون كبيرة وكبيرة جدا أتحدث دائما من منطلق هذا الواقع التونسي أن كل مولود جديد يولد ويجر على ظهر إيدين بعشرة ملايين دينار ما زال لم يتنفس بعد يعني الحقيقة مرة أخرى أتمنى أن أكون بهذا التفاعل الأستاذ وأنا أنتظر أن أقرأ الكتاب عسى أن يبعث في بعض التفاعل في هذا الواقع الذي أفقلنا وأنهاكنا وأثعبنا جدا 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 ولا أريد أن أبثكم هذه الأفكار السلبية من جانبي أخرى أقول هذه دفعها للحساب حتى أقرأ الكتاب شكرا جزيلا لك أستاذ آسيا وأستاذ كمال عندك تعليق قبل ما ننتل للدكتور زياد الحافز وأخوه آخرين أنا يعني أشكر الأستاذ آسيا على كل ما تقول فعلا ونحن معكم نتابع أحداث تونس وأظن أنكم ستتخطونها كما كنتم بسهورة طيبة بعد العشرية السوداء التي مرت بها تونس وكونها انتهت العشرية السوداء صحيح هناك يعني نقاشات وحوارات لبلورة الطريق الجديد وأن أخذت شيء من الوقت لأن العشر سنوات للأسف الشديد ضاعت دون تحقيق أهداف السورة التي انطلقت في تونس وكانت الإشراق الأولى لحركة الجماهير العربية وأنا أتفائل بالمستقبل لأن المشروع النهضوي العربي المطروح علينا توسيعه وعلينا إنشاء روابط يعني كل شخص يستطيع أن يخدم القضية العربية ويعلم شأن القومية العربية دون أن ننسى بأن الوحدة العربية بمفهومنا نحن لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تكامل الوطنيات فالوحدة الوطنية والاستقرار ونحن وضعنا نوع من قوائد التفكير بالانتفاضات العربية التي جرى وهي وحدة وعروبة واستكلال كل كيان وطني عربي وحق الشعب في اختيار نظامه وقيادته هيد الأربع نقاط حطيناها للنظر إلى أي انتفاضة أو حركة جماهيرية في أي بلد عربي يعني بمعنى لا يمكن أن يكون معارض ونسميه معارض أو سائر أو متمرد إذا كان ضد وحدة بلده وينادي بالفيدرالية الانفصالية أو التقسيم أو مثل ما حاول يعمل البشير دستور بدون عروبة السودان أنه السودان بلد أفريقي ما في عربي لما إجاب ريمير على العراق وعمل دستور أول شي شيلوا أنه دولة العراق دولة مش عربية أنه هي بتقرب الشريعة الإسلامية بس شيلت أنه العراق دولة عربية وحتى الآن لا زال في الدستور العراقي هذه المادة التي تنكر عروبة العراق فالعروبة هدف يعني الدين والعروبة هدف المستعمرين منذ قرون وتتجدد الأساليب وأحيانا بتمر على البعض ويمشوا فيها بدون يعني وعي كافي بمراميها بس أنا متفائل وأرجو أن تكوني متفائل معي وسننسل لك الكتاب بإذن الله لأنه حنعمل أونلاين أيضا على الكتاب حتى كل من يطلبه يصل إليه بإذن الله شكرا أستاذ كمال بالمسمع من دكتور زياد الحافظ ومعنا بدي أسأل أستاذ عدنان لأنه رفع اليد إذا عنده كان سؤال أو تعليق تفضل يا أستاذ عدنان أفتح الميكريفون عندك أستاذ عدنان خليل افتح الميكريفون عندك إذا ممكن يا تفضل أنا طبعا ما قرأتش الكتاب نتمنى نحصل عليه ونقرأه وفي البداية طبعا ترحب الأستاذ الكبير اللي بدي أتحدث إنه حقيقة الإمبراطورية الأمريكية في إنحدار وإنحدار شديد والتكاهن في ذلك أو التنبؤ في ذلك كان واضح مبكرا لقد طغت الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة خلال 30 سنة الماضية أو 40 سنة تم خنق العالم حقيقة من خلال المؤسسات الأمريكية الإمبريالية إذا كانت عسكرية وإقتصادية وفي الدول العربية كما في دول العالم الثالث بشكل عام بصرف النظر عن أنظمتها تعيش في وضع بائس اقتصاديا وكنا بالزمنات كانوا يتحدثون أنه هذا نظام مشتراكي والله يضغط على الناس وهذا نظام الدول الملكية التي تسير مثلا في الركاب الأمريكي أوضاعها مختلفة الواقع أن كافة الدول النامية الآن هي تعيش في وضع سيء ولذلك نرى الهجرة من الجنوب للشمال بشكل كبير عمالها أيضا تضغط على هذه الدول أتمنى الأستاذ عدنانو على الجميع أنه يختصروا بالأفكار أو الأسل لأنه يهمني أنه نأخذ أكبر عدد ممكن خليني أعرف عليك بالأول الأستاذ عدنان هو نشر صحيفة الحوادث بولاية نيوجيرسي بأميركا تفضل يا أستاذ عدنان يعطيك العافية بس أنا بدي يعني أعلق وأثمن استنتاجات الأستاذ كمال وأحكي أن هناك عوامل اقتصادية ضخمة حقيقة عمالها تطيح في هذه الإمبراطورية شكرا لك يا أستاذ عدنان ونسمع الآن الدكتور زياد الحافز بعدين الأستاذ مصطفى طالب أيضا من طالب تفضل يا دكتور زياد شكرا لأخي صبقي أنا بالحقير أنا عندي شديد أولا تحقيقاتي للأخ العزيز أستاذ كمال يعني افتقنا له إن شاء الله عن قريب نرغم التقي لإنكمل نقشاتنا طبعا ما أفضل بفرصة أقرأت كتابه ولكن لفتح نظره المصطلح الاستعمال في عنوانه واللي بيتمنى أنه يعطينا إضافات ماذا يخصد به الديمقراطية الاستعمارية يعني يعني فيه تصير الانتباس يعني الاشتهادات الرومة التي قد لا يخصدها وبتمنى أنه بيقدر يعطينا إضافات على هذا المجول فيما يتعلق بتقديمه بالكتابة للعزيز النظر يعني أنا أستمع إليه بأنه أستمع لنفسي يعني يعبر عن ما نقوله منذ عدة سنو في هذا المجول ولكن ما أريد أن يعني أضيف عليه أن نحن فقط في مرحلة تراجع للنرطويل الأمريكية وربما هون قد يتفاجر الكثيرون أنا أعتقد أن ندخلنا مرحلة سقوط الغرب وربما تفتق نظم الكونات الدول الغربية سواء في أوروبا أو في أميرك الشمالية أكتفي بذلك ونبقي شوية هذه الأسقار مطوضا في بلحلة الله حيث الله شكرا شكرا لك يا دكتور زياد أستاذ كمال تري تعلي أم لا تابع أخذ التعليقات واللي بتفضله شو تفضله والله اللي انتو بتفضله أنا حاضر إسلام خليني عندك مانع ياخد معي دكتور وجيه من واشنطن والدكتور جمال برغوتي من تكساس وبعدين نسمع منك تعليق على كل النقاط تطرح تفضله دكتور وجيه من شكرا أخ سبح وشكرا للأستاذ كمال لا شك أن تاريخ دائما يعيد نفسه وعلى مر الأصور رأينا ارتفاع إمبراطوريات لمدة من الزمن لتهبط وتختفي وتظهر مكانها أخرى وربما أن الإمبراطورية الأمريكية ليست إثناء على هذه القاعدة لكن نحن نميل بالعاطفة لتصديق أن الإمبراطورية الأمريكية تسير بطريق الانهيار بسبب سياستها الخارجية بما يخص قضايان العربية لكن هذا لن يكون بحسب رأيه لن يكون في السنوات القادمة وعلى زماننا ف أمريكا من أخوى الدول اقتصاديا وعسكريا وغير ذلك رأينا كثير مثلا من الفيديوهات بالسابق التي تشير بزوال إسرائيل عام 2022 ولم يحدث هذا طبعا بل زادت إسرائيل القوة وزدنا ضعفا كل هذه تمنيات لم يدعمها عمل حقيقي وفعال لا حل لنا في دولنا العربية إذا كنا نريد العلو كامبراطوري من جديد من توحيد قوانا ومواردنا ومشاعرنا الوطني لتحقيق كل هذا وشكرا شكرا لك دكتور وجيه ويعذرني لأستاذ مصطفى أني قبل ما ناخد دكتور جمال أني ما أعطيته الكلير فضل يا أستاذ مصطفى قادر افتح افتح الميكروفون عندك والقومية والقومية العربية وخاضت وخاضت يعني هذه الفكرة الرائعة فكرة القومية العربية أو العروبي بشكل عام لذلك يعني هذا الأمر بإضافة يعني لتحديات التي يضعها أمامنا على الاستعمار الأمريكي فكمان نحن لدينا مشاكل داخلية عم بتعييق عملية يعني بلورة الفكرة بشكل صحيح أو إذا صح التعبير نخلي الشباب يتعلقوا فيها أكتر في ياريت كمان الأستاذ كمال بمعرض إجاباته عن هالكل هالمواضيع هايدي يعني نحن بيكون شاكرين ونحن نتمنى لقاله العمر المديد لنستفيد من خبرته الفكري والثقافية والمعرفية اللي أتحفنا فيها من عقود الله يتكون عافية شكرا لك أنت وين معنا عفوا أخ مصطفى من وين من لبنان أنا من عكار من شمال لبنان هون هوا شر وبارد كتير وسقعة يعني ويادي نحض الصوب طيب خليني تابع أنت اللي قلت على فكرة سبقك بالتعبير المختصر عنه المفكر الجزائري مالك بالنبي عن القابلية للاستعمار حينما يكون هناك ضعف في الأمة يسهل الاستعمار على أي حال سنجع نسمع طبعا الأستاذ كمال رأيه اللي تفضلت فيه عندي الدكتور جمال برهوتي والأستاذ نعمان أبو عيسد تفضل دكتور جمال شكرا تحياتي للجميع الحقيقة أولا نقطة مهمة بتغيب عادة لأنه كل ما ذكرت أمريكا تذكر الديمقراطية رديف إلها ولكن الدستور الأمريكي والبيل أوف رايت وثيقة الحقوق الإنسان اللي كتبها ثوميس جيفرسون لا يوجد كلمة واحدة عن الديمقراطية لا في الدستور الأمريكي ولا في وثيقة ثوميس جيفرسون كل المذكور بخصوص هذه هي الريبوبليك الريبوبليك كذا الريبوبليك كذا ما في أي كلمة مذكورة الكلمة اللي تعودنا عليها أنه الديمقراطية أمريكا من كلام بعض الرؤساء اللي بداها إبراهيم لينكون لما قال حكومة الشعب من الشعب ومن أجل الشعب وهذا صار واضح حاليا لما صرح مثل صرح مدني وصرح أكاديمي مثل هارفرد ترفض توظيف عدة حالات مش بس آخر واحدة كين روث بس كورنيل ويست ريتشارد فوكس بول فندلي في مجلس الشيوخ تم طرده وكثير منهم بضيع فرص عليهم إن كان حكومية أو أكاديمية من ضغط الممولين لإما للكونغريس أو للوزارة أو لمستشفى أو لجامعة وهلما جرى فإذا هذا اللي صار فكتب عنه كثير يعني لويسك لابمم لابم Auditor of Harper's ل23 سنة Harper's Magazine لا يزال حي ويكتب عن لا يوجد ديمقراطية في أمريكا ديفيد كي جونسون توماس هارتمان لا يزال الشاب وعنده أربع خمس محطات بيكتب إنه آخر كتاب إليه It's an Oligarchy منذ البداية من اللي كانت اللي له دور في الحكومة يجب أن يكون من الملاك يعني من الأغنياء فبالتالي يعني أمريكا مش يعني تدعي الديمقراطية جورا وبهتانا عمليا لا تذكر لا رسميا ولا عمليا الشكال الثاني إنه الشعب العربي يتمنى الوحدي وأعبروا عنها بكل وضوح في الدوحة بوضوح بعفوية لكن الاستبداد الأم الرؤوم لكل فساد يحول دون ذلك تحياتي شكرا لك يا دكتور جمال برغوتي من تكساس نقطة لفضل فيها تعيدنا للي قاله الدكتور زياد سؤالك لأستاذ كمال عن ماذا يقصد بالديمقراطية الاستعمارية خليني يأخذ آخر شيء لأستاذ نومان أبو عيسى مش آخر شيء بالتعليقات سنعود لمن لكن آخر شيء بهذه المجموعة لنعود للأستاذ كمال تفضل يا أستاذ نومان وأرجو أيضا لإخدام شكرا على التركيز على وحدة الصف الفلسطيني سؤالي هل يمكن توحيد الصف الفلسطيني مع السوري واللبناني في المنطقة يعني نعرف أن أمريكا تركز على القومية الكردية وتحارب القومية العربية وهذا يؤدي إلى تغيير في السياسة في منطقة الشرق الأوسط ونعرف أن أيضا إيران تدعم بعض الدول في المنطقة ضد إسرائيل هل من الممكن وحدة الصف الفلسطيني لأن ناتنياه ذكر بشكل واضح أنه يريد تحييد القدير أو الشعب الفلسطيني لآخر الحلول بعد حل التضييع مع الدول العربية ودول أخرى وشكرا لكم شكرا لك أستاذ نومان أستاذ نومان أبو عيسى هو الناشطين في الحزب الديمقراطي بولاية أستاذ كمال عندك مجموعة الآن من النقاط يعني ياريت إذا أمكن أيضا ناخد رأيك وتعليقك على ما سمعته لننتبه نرجع مع العخرين بالأول التحية للدكتور زياد اللي اشتقناه كتير كتير مفكر ورأس يعني ستراتيجي تماما ونطفق نحنا مع بعض بكتير كتير من الأمور الديمقراطية الاستعمارية متل ما أنا شرحتها بالحقيقة بشيء من التفصيل في الكتاب بس يعني متل ما أقول الأخونا اللي صبعنا يمكن لإستاذ نعمال دكتور جمال عفوا اللي تحدث عنها يا أخ عدن لا دكتور جمال جمال برقوتي من تكساس اللي تحدث عنها الديمقراطية دكتور جمال التحية للدكتور جمال يعني فعلا يعني الديمقراطية بأميركا رغم كلها الطنين والإعلام المرعب الرهيب اللي بحتل العالم الإعلام الأميركي لا وإذا بدنا ناخد ديمقراطية بالتعريف المسيط حكم الأغلبية حكم الأغلبية أميركا ما بيحكمها أغلبية لأنه الأموال اللي عم تندفع ما عليها أي رقابة ولا صالون لحتى تعمل كونجرس وتعمل مجلس نواب وتعمل وتنتخب رئيس جمهورية كله لوبيات مالية ضخمة جدا ما بيملكها إلا كبار كبار الأسترياء فهول بيجيبوا الواجهة الدستورية أو البرلمانية أو الكونجرسية إذا صح بتعبئير أو الرئيس فالحكم حكم هو أقلية بغض النظر عن اللون بس هو حكم الأقلية عمليا وحكم الأقلية منه حكم ديمقراطية هايدي بالأول داخل أمريكا الشيء التاني والأخطر والأهم أنه ما فيك تقول ديمقراطية لأي تعريف وأي مدرسة للديمقراطية لأنه في كتير مدرس ومفكرين كتبوا عن ديمقراطية من زمان حتى الآن فما في ديمقراطية عنصرية يعني أمريكا اللي نشأت على عنصرية واتطورت وبعت فيه لأهلأ ولايات إلى مواقف ومعروف قصة الموقف اللي اللي خايفين على حالهم من أصول إيرلندية أو بريطانية أو أوروبية من الأكسرية اللي عم تتزايد بأمريكا من غير الأصول الأوروبية عم يخافوا من الأسيويين ويخافوا من جماعة أمريكا اللي تتينية بيخافوا من العراق وخافوا من المسلمين حتى بيخافوا من الكاتوليك الأمريكيين نفسهم الكاتوليك ونحن بنعرف يوم غزو العراق الكاتوليك كان بأي مأي وعملوا حتى مظاهرات ضخمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد العدوان على العراق فإذن هنا في عنا نحن بمضمون الديمقراطية الأمريكية في حال عنصرية كيف تتساوي العنصرية مع الديمقراطية والديمقراطية من أهم أساسات المساوات والعدالة وحقوق المواطن المتساوية هل هالشي هل هالشي هذا موجود بأمريكا المواطن المتساوي عن جد يعني في نفس الوقت الديمقراطية بمفهومنا ومفهوم أغلبية شعوب العالم التالي في الديمقراطية السياسية وحدها منها ديمقراطية بدي يكون في ديمقراطية اجتمعية معها يعني الفقير والجوعان والممسوك من رأبته من غير عيشه هيدا منه حر فبينصاق فبتصوت كانت بمصر من زمان الاخطاعة ياخد الفلاحين اللي بيملكهم وروحوا صوتوا لفلان وعلتان كيف دائائية ديمقراطية هيدا عملتها بريطانيا مصر فأنا فاضح حتى بالكتاب أساليب الديمقراطية الاستعمارية ببلادنا اللي انه هنه بدون يحضرونا استعمرونا فرنسا أخذت قصم وبريطانيا أخذت قصم وإيطاليا أخذت قصم وشو نوع هالبرلمينات اللي عملوها ومن مين ألفوها فلذلك يعني كان اللي صدروا لنا أو كان هنه اللي حتى اللي عمي مرسوه ما دخلوا عنصرية دخلوا أبعاد عنصرية دخلوا دميز يعني هيدا على الأقل بعض الإشارات لأنه أنا فصل تماما المبادئ العام للديمقراطية الإنسانية بالذات وعلى ضوءها مناطفشوا الموضوع الأمريكي بالديمقراطية الله بطبيعة الحال الحل هو بالمشروع النهضوي العربي الله أنا مع الكلام اللي قاله الأستاذ مصطفى منع الكاهر في أسباب لتراجع الحركة القومية العربية بدنا نفرق بين الحركة القومية العربية وبين القومية العربية يعني القومية العربية اللي قايمة على وحدة الألم والأمل والقيام الروحية والمصير والتكامل الاقتصادي واللغة بالدرجة الأولى هايدي القومية العربية موجودة إنما وقيف ما برنته وطلعت وصلت فيها لا حدا بيقدر يشقفها ولا يضربها ولا يتجوزها هايدي حقيقة قائمة إنما الحركة القومية العربية يعني الدعوة إلى الوحدة العربية هايدي من أهم هداف القومية العربية هايدي صار فيها مشاكل لأن اجتهدنا بفترة بدو يطلع كتاب عم بعمله أنا اجتهدات بالقومية العربية في محاضرة أو قناها بدار الندوة عند الاستاذ بشارة مرغي من حوالي سنتين تقريبا قلت أنا نحنا منا مع الوحدة الاندماجية اللي صارت مصر وصورية لأنه تضح هايدي فكرة بده تعديل لازم يكون الدعوة للوحدة العربية هي تكامل الوطنيات والمشاركة الوطنية في القرار القومي العام وما بيصير وحدة عربية بدون وحدة وطنية الوحدة الوطنية هي القاعدة الأساسية مش بتلغي الأقطار لحساب فكرة الوحدة العربية لا ما فينا نلغي الأقطار يعني هايدي مضمن الاجتهادات اللي احنا كنا عم نحكي فيها وكانت تشكل العوائق لأنه كان يرتبط بزهن الناس سابقا في عدة مدارس بالقومية العربية منها مدرسة مثلا انه بده تعمل اقتصادي مضموم ماركسي وحدة على أساس مضموم ماركسي ما بيمشي حالها هيدا اللي هلأ يعني عم نشتهد نوضحه لأنه كان فيه أثقال داخل الحركة القومية العربية فيه مثلا الوحدة الاندماجية متل ما قلنا فيه فكرة تحكم الحزب الواحد ما بيصير اليوم انت بالقرن الواحدة وعشرين اتنين وعشرين هتصير انك تتمشي بنظام الحزب الواحد حزب الواحد مش بس لأنه صغط بالاتحاد السوفيتي لأنه انت بدك ديمقراطية مشاركة شعبية بالقرار هذا ما بيصير إلا بحكم ديمقراطية حقيقة يعني كل مواطن يشعر انه هو قادر انه يوصل قيادته او خياراته او مسؤولينه بكل حرية فهيدي مثلا من الامور انك بدك تربط فكرة الواحدة العربية يعني بالاول بدك تنقيها من التجارب السابقة وتعمل نقض وتقويم للتجارب السابقة يلي فيها كانت اسقال مثل الصراع القوميين مع بعضهم صراع البعسيين مع بعضهم الصراع الناصري البعسي السابق القديم فيه اضايا كتير بدك انت تتقيمها وتستخرج منها النقاط المهمة حتى لما بدك تدعيها الشاب العربي جديد للوحدة العربية بتكون الوحدة العربية خالية من السلبيات التي علقت بالدعوة للوحدة العربية بهالمعنى هيدا ازا مميز بين قومية عربية قائمة ما في حدا بزحزحها تكونت عبر التاريخ من مئات السنين خصوصا بدور الإسلام العظيم خارط المثلسياليات السماوية القالدة وبالتالي هيدا حقيقة قائمة ما حدا بزحزحها انما حركة الدعوة للوحدة العربية هو اللي يجب ينصبع لها الجهد والانتباه والاجتهاد حتى تكون خالية من المعوقات اللي صارت سابقا حول هذا الأمر هلأ حول الموضوع بتوحيد الصف الفلسطيني طبعا توحيد الصف الفلسطيني بتقول لي مع لبنان ومع الاردن موطقائيا لما بدنا نوحد الصف الفلسطيني لا بدنا ننعش بدنا ننعش قضية فلسطين على المستوى القومي العربي العام وحبزها لو بيكون هناك يعني من الفصائل الفلسطينية إعادة انتباه للتركيس على ربط القضية الفلسطينية كصراع عربي إسرائيلي مش إسرائيلي فلسطيني متل ما بد هالدول المعروفة يعني لا بدك انت ترجح تطرح الصراع عربي إسرائيلي لما تقول عربي يعني قومية عربية فالقضية الفلسطينية مع الدعوة للقومية العربية يعني المسوس اللي عم نحكي عنها هي الشرارات اللي ممكن لنا تتودي إلى نوع من المشاعل في المنطقة العربية هيدا اللي بنأمل بها الموضوع أما تلقائيا لما بدك توحد الفصائل الفلسطينية أو تنعش الوحدة الوطنية الفلسطينية مجددا هي حتكون استقطاب قومي نشط جدا وبدها تلاقيها حركات وحدوية عربية في بعضها الآن موجود بالساحة العربية بده تنشيد بس ما ننسى أبدا أنه يعني التواصل الاجتماعي ما بيكفل لأنه صايرة التلفزيونات العربية متأمركة أغلبها ما عم يوصل الصوت الحقيقي والدعوة الفعلية الجادة للوحدة العربية عبر الشاشات للأسف الشديد لم يكن كل الشاشات العربية خارج عن نطاق الدعوة للحركة القومية العربية وده مؤثر جدا بالزمان أيام عبدالناصر كان صوت العرب يحتل قلوبه وعقول الناس من المحيط إلى الخليج هلأ لا هلأ أنت وسائل تواصل وما بان إعلام متأمرك يعني هيدا عم يأثر كتير على الدعوة اللي نحن بصددها لكن ده قد ضل تصمم ودل تستخدم إرادتك من إيمان عميخ بالله تعالى عز وجل ومن حتمية انتصار قضية الوحدة العربية قضية الوحدة العربية هلأ بزيت بهالتوقيتات مش بس مع المتغيرات الدولية لأنه من بعد رحيل القائد عبدالناصر قالوا إنه انتهت الفكرة القومية وانتهت الوحدة ما بتنتهي يا أخي ما رجعت صارت بعد وفاة عبدالناصر حرب التشرين وأنا انتكست بكم ديفيد وبغيرهم ولكن يعني أنت بدك يعني الدعوة للوحدة العربية بدك تكون عامل نوعا من جدول خالية من السلبيات السابقة لتحرك بعض القوميين أو عدد كبير منهم أو مدارسهم من الشوائب التي علقت بها حتى لما بدك تدعيلها هلأ وطلوا للشاب العربي تفضل بتقولوا تفضل على مشروع نهضوي يعني يكون خالي ما أمكن من سلبيات التحركات القومية أو الأعزاب القومية اللي كانت موجودة وكانت أحد أسباب تراجع فكرة الوحدة العربية مش تراجع القومية العربية القومية العربية مثل ما أنا حقيقة سابتة بعد عندك نقاط أو نتابع أستاذ كمال فضل فضل من لبنان وأعرف سمعنا لأستاذ عمر الزين شفت اسمه كمين مهم على حسب الوحد خلينا نسمع لأستاذ معام بشور ونتابع بعدين فضل يا أستاذ معاني شكرا شكرا لأستاذ كمال شكرا طبعا لمركز الحوار على إتاحته هذه الفرصة لنا لكي نلتقي بقامة عربية قامة عربية نعتز بها ونعتز بتاريخها والنضالها وعطائها المتواصل والمستمر أنا حقيقة أحب ركز على نقطة وإن كنت إذا أختلف أبدا مع التوجه اللي تفضل فيه لأستاذ كمال أنا بلاحظ أنه بالألفين وثلاثة كما ذكرت في كلمتي عن هذا التتاب في ذلك الحين كان لأستاذ كمال كلام يشيف إلى مأذق الدولة الأمريكية أو المشروع الأمريكي في المنطقة في وقت بعد احتلال العراق كان هناك تسليم بأن العالم صار أمريكيا وأن أمريكا ستقود العالم وفي نفس السنة كان في مؤتمر قومي عربي في صنعاء الدكتور زياد قدم ورقة يظهر فيها عناصر الضغف في هذا النظام الأمريكي الذي قد تؤدي إلى تراجعه أنا حبيت أقول هالتاني يخذأون أنه احتلال العراق والمقاومة التي تسبب بهذا الاحتلال هي نقطة البداية في انهيار أو في أفول المشروع الأماكن في المنطقة نحن صار احتلالين سنة 2003 احتلال أرض عزيزة عربية اسمها العراق واحتلال أيضا للعقل العربي من خلال احتلال العراق وتصويرنا بأننا أصبحنا أمي يعني بدون أي تأثير وبدون أي أثر وبالتالي أمي تابعة للإرادة الأمريكية هذان الاحتلالات خرج من قلب الفكر القوم العربي ومن قلب التيار القوم العربي من يقول ويسبح عكس التيار ويقول أن هذه الهيمن الأمريكي هيمن مؤقت وزائلي واليوم بالمناسبة كمام اليوم بالإضافة ذكر ميلاد عبد الناصر وميلاد الأخ كمال الله يطول بعمره اليوم أيضا عشية الغزو الأولى للعراق سنة التسعين والتي بدأت حربا على العراق لم تنتهي حتى الآن الموج الثاني كانت لألف وثلاثة أنا بعتقد قضية احتلال العراق وتفاعلات ونتائج والأخطاء التي تكبت في التعامل مع احتلال العراق من قوى عديدة عربية وإقليمية يعني بعض العرب اعتقدوا أن المسألة مسألة نظام وتبين أن المسألة مسألة بلد ووجود وأمة وبعض القوى الإقليمية أيضا لم تميز بين استهداف العراق كوطن وبين استهداف نظام كانوا على خلاف معه اعتقد يجب أن يركز الفكر العربي اليوم على موقع العراق واحتلال العراق في هذا الأفوض الأماكي وفي هذا النهوض العربي النهوض العربي نستطيع أن نكون بدأ مع المقاومة المقاومة في فلسطين والمقاومة في العراق والمقاومة في لبنان والمقاومة في العديد من أكترنا العربية هذه المقاومة يجب أن تعطى حجمها لأن التغييرات حتى العالمية اليوم أساسا طلقة من منطقتنا روسيا عادت إلى المنصة الدولية من خلال دورها في منطقتنا الصيل كذلك الأمر وعلينا أن نذكر قبل عشر سنين كيف كان الموقف الروسي والموقف الصيدي سنة 2006 لمن كانت الحرب مشتعلة في لبنان صدرت بيانات عن قمة العشرين التي كانت في أوسيا وفين لم تكن تختلف عن الموقف الأمريكي لكن صمودنا في لبنان صمود الشعب العراقي صمود الشعب السوري إلى أخيه أدى إلى هالتحاولات أنا أتمنى على الفكر العربي أن يعطي مسألة احتلال العراق والتعاطي معه ويجب أن يقوم الجميع عربا وغير عرب بمراجعة طريق التعاتيهم مع احتلال العراق لأنه من خلال هذه المراجعة ممكن نبني علاقات جديدة تخرجنا مما نعاني منه هاي الفكر بحب ركز عليها بالإضافة لموافقتي على كل ما قاله الأختمان والإخوة جميعا وشكرا شكرا لأستاذ معان بشور من بيروت على ما أتفضل به وحنطلق من الذي هو قال وليأقول مداخلي أيضا ونجح نسمع رأي الأستاذ كمال أتفق تماما مع الأستاذ معان طبعا على اعتبار نقطة التحول المهمة في نظرة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسية والضعفة هو ما حدث في احتلال العراق هي تداعيات من 11 ستمبر 2001 هي تداعيات ما يسمى كانوا بالمحافظين الجدر الذين شيروت نتانياهو عام 96 بوضع وصائق مهمة جدا نشرتها رجعت فيما بعد النيويورك تايمز عن ما كان يخططون له من عام 96 ما له علاقة في سوريا ما له علاقة في المنطقة ككل ووجدناه يحدث حينما تسلموا الحكم ببداية هذا القرن الجديد لكن اللي بدي أقوله كمداخلي إلى علاقة في موضوع أمريكا ككل الله يرحم الدكتورة هالة سلام مقصود زوج الدكتور بلوبيس مقصود وكانت رئيسة الأي دي سي في بولايات المتحدة ذهبت إلى لبنان في نهاية التسعينات تقريبا عام 98 وعادت إلى واشنطن لتقول لنا أنه تفاجأت بما كانت تسمع لأنه كان عدد كبير من الأشخاص الحاضرين يتحدثون أنه ستنهار أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأنها سنة الامبراطوريات وإلى آخر فكانت متفاجأة بما كانت تسمع لأنها لم يكن عندها الرؤية التي لم يكن فقط على أنه سقط من جهة من كف الاتحاد السوفيتي سيسقط من جهة تاني حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية كدولة عزمة أقول هالمقدمة لأقول لأنه مر بالقرن الماضي وحتى في هذا القرن محطات نخدف عن الاعتبار تسليم بمصائب ومخاطر وتلبيات السياسة الأمريكية في العالم ككل وليس فقط في المنطقة هذا أمر واقع لكن مع هلو أمر الواقع فيه وقائع تقول أنه هناك إمكانية في هذا البلد في هذه الأمريكية ما يسمى استيعاب الصدمات وعن بقول هذا الشيء لحتى أنه لا نخلط بين التمنيات وبين ما هو أحيانا وقائع هذا البلد عاش حرب أهلية عام 1860 راح فيها مئات الألوف من القتلى بين شمال وجنوب وكانت العلاء في مسلة حتى العنصرية هذا البلد تعرض هزة اقتصادية كبرى في العشرينات هذا البلد تعرض لاغتيال الرئيس كندي في مطلع الستينات وفات حرب يتنام وخسر فيها ونهزم فيها وكانت يعني إساءة كبيرة للولايات المتحدة على مستوى العالم كلها هزيمة هذا البلد جرت فيه كما نعرف 11 عالسستمبر وغيره لكن قدر الاستيعابي لناخدها فعل الاعتبار لأنه أحيانا كثيرة بيصير فيه أنا برأي واحد عنده نوع من الأمل بالتمنيات أن أتحقق دون بالضرورة أنه نكون الوقاعة تثبت ذلك عمول هذا الشيء أمريكا ما زالت دولة الأعظم يعني وزارة الدفاع الأمريكية التي هذا العام بلغت حوالي 760 مليار دولار يعني قد الصين وروسيا ودول أخرى مع بعضها البعض محكومي هذه الدولة من هذه المؤسسات من وزارة الدفاع كما حذر من ذلك الجنرل أيزن هاورد هنا ما انتهى حكمه في القرن الماضي محكومي من أجلسة المخابرات محكومي من اللوبيات اللي كان عم يتحدث أنا الأستاذ كمال محكومي من قوة لكن هذه القوة كلها إلى مصلحة في استمرارية الولايات المتحدة الأمريكية لما نقول الولايات المتحدة الأمريكية لنأخذ في عين الاعتبار ما هو مفيد حتى للمنطقة العربية أن نقوله للأمريكيين نحن نطالب بما أنتم عليهم من ثلاث مسائل الأولى أنه أنتم كأم أمريكية ما صنعتوا هذه الأم إلا بالتحرر والمقاوم من الهيمن الأجنبية وبقوة السلاح لما جورج واشنطن قاد حرب ضد الهيمن البريطاني وهن كانوا معظمهم بريطانيين زيما كلهم بريطانيين عمليا اللي كانوا عم يخودوا حرب الاستقلال الأمريكي لكن قاوموا قبل أن يتحدثوا عن الدستور وعن الأمور التي لا علاقة في المجتمع الأمريكي أو وجود حتى أمريكا كدولة قاموا بعملية المقاومة فحق من الشعوب العربية وأي شعب محتل خاصة شعب الفلسطيني أن يأخذ هذا النموذج الأمريكي بمقاومة الاحتلال رقم اثنين أنتم بأمريكا عملتوا أمي مصطنعة يعني ما إلى تاريخ كما هو حالة أمم أخرى يعني عملتوا منها الهوية الأمريكية وكل الأمريكيين على فكرة يعتزوا بها زيلاوية بغض النظر عن نسبة ظلمهم أو استفادتهم من الولايات المتحدة الأمريكية يعني الأمريكيين لفرق يعتزوا هويتهم الأمريكية مثل ما هو يعتزوا الأمريكيين البيض العنصريين تركونا نحن كعرب أنها تزبي هويتنا العربية ونقيم ما هو نموذج شبيه بالحال الأمريكي اللي هو اتحاد الولايات العربية كما هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لو لا هذه الولايات المتحدة لما كانت أمريكا دولة كبرى يعني لو بقيت أمريكا شمال وجنوب ما كنا الآن هم نتحدث عن دولة كبرى قبل القرنة العشرين ما كانت أمريكا هي الدولة الاستعمارية الكبرى كانت بريطانيا كانت فرنسا كانت طال تحدث عنه دست كمال هؤلاء بنوا أيضا ديمقراطيات استعمارية مبنية على استعمار واستقلال أفريا وآسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها أنا في تقديري كتير مهم نميز بين أولا الوقاع والتمنيات حينما تحدث عن مصير الولايات المتحدة الأمريكية رقم اثنين لنأخذ في عين الاعتبار المسائل الثلاثة منها التجربة الأمريكية الهوية اللي بيعتز فيها الأمريكية بينما العربي حتى في أمريكا يرفض حين هويته العربية وهو يتحدث عن هويته الأمريكية التي ربما حصل لها بحصوله على الجنسية الأمريكية رقم اثنين الاعتزاز أيضا عربيا بهو حالة المقاومة كما هو فعل الأمريكيون بمقاومتهم للهيمن البريطاني قبل أن يصنعوا حتى أمريكا والثالثة طبعا هي تجربة الولايات المتحدة الدستورية التي هي عمليا تكامل أوطان لأننا نحدث عن تكامل الولايات خمسين ولاية وهو عمليا هذه التجربة مطلوبة حتى عربية والأوروبيين أخذوا فيها لما عملوا نموذج الاتحاد الأوروبي فأنا في تقديري هناك إجابيات الأجربة الأمريكية علينا أخذها في هذا الاعتبار هناك مصائب من السياسة الأمريكية أشار الأستاذ كمال والأشار كل ما نتحدث حتى لان والأستاذ معنا وتماما هي نقطة التحول ببداية هذا القرن ما حدث في العراق وما بعده وأعتقد إذا كان يعني عملنا عملية هالفرز بين الإيجابي والسلبي وبينما يمكن أنه يكون واحد ياخد تبار قواقع على الأرض الآن يعني لا أعرف روسيا والصين كيف سيكون مصير الموقف الأمريكي منهم بعد موضعة استراتيجية من 2010 للتعامل مع هالخصمين الستراتيجية وضع البنتاجون والآن وجدنا هذا البيت الأبيض تبنيه تبني كامل ويصير بالكامل كما يريد البنتاجون في مواجهة هتين القوتين العظمتين أيضا هل ستصل الأمور إلى حد تنهزم أمريكا وتنتصر الصين وروسيا في هذا الصراع في رأي من الموكر الخلاصة أو الوصول إلى هذه الخلاصة وهذه النتيجة عقل لأن هذه مداخلة حبيت شيركم فيها ونسمع رأي الأستاذ كامل بما قالوا الأستاذ معنو بما قلت في هذه المداخلة وانتبع التعليقات فيما بعد أبضل يا أستاذ كامل يعني يعني وجهة نظر بحاجة إلا دهز لأنه في أول شغلة بالنسبة للأخ يلي طرح موضوع أنه أمريكا لازالت تحقز التفوق وهي أكبر دولة بالعالم وإلى أخري أنا قلت في مقدمة الكتاب قلت أنا معمقول أمريكا الكبرى ستصير دولة صبرة أو دولة يعني عادية أنا قلت لا أمريكا باقي بس حتتحول من عظمة إلى كبرى وما لا تعود منفردة في القرار العالمي بس ما قلت أنه أمريكا بدت توصل لدرجة أنه تنهار تماما وتروح وإلى آخر لا هيدا الحقيقة ما تتوقعت وانا بالمقدمة وضحت لا الفكرة لأنه هلأ ما بإيديكم لكتاب لتشوفون إلا الجزز اللي طرحوا أخي الكريم مان فهيدا نقطة فأنا عم بحكي كنت عن انهيار الامبراطورية الأمريكية بالمعنى خارج أمريكا يعني يعني التحول اللي كانت عن تتصرف فيه كأمبراطورية استعمارية على الكون عمليا هيدا ما عاد ممكن هيدا صار مستعيل وجبت عليها أدلي كتير من أمريكيين يعني والأوروبيين ومن مراجع غير عربي يعني الاستعماري يعني الامبراطورية كأمبراطورية مش كدولة أمريكية الامبراطورية من نيار ما بقى تقدر بلك يا أخي ما بدى شي حد منك يا أخ صبحي كوبا على مرمى حجر من فلوريدا ما قدروا يشيلوا للنظام ما قدروا يشيلوا النظام من خمسين سنة بس كمان كوبا كمان كوبا ما قدروا تكشيل طاعدة كوانتنامو من كوبا يعني أنت أخذ الحالتين سوا بعد قاعدة كوانتنامو في نقاط كتير هلا أشوف أمريكا اللاتينية كل ما يكون عندها شوية نفس حرية لتختار النظام السياسي أو الرئيس البداية بتقوم لأيامي ولكن رغم ذلك رغم أنف أمريكا عم تطلع نظم ديمقراطية ورافضة للسيطرة الأمريكية لا يعني والصين وين الصين كانت محتلة 50 سنة من سبع دول أوروبية بما فيها اليابان كانت محتلة وين الصين كانت وين صارت لا هلا ما بقى يعني ما بقى قادرة شيء اسمه أمريكا أو الأمبراطورية الأمريكية تعمل اللي بتريده يعني حتى شفت حتى الانتحاد الأوروبي اللي يشبكوا بالناتو لحتى يسيطروا أكتر عليه ما نفس هو بما أنا أعتبره حطيت بالكتاب نحن عم نعيش عصر قوميات منها قوميات زي بعد إنساني مثل القومية العربية مثلا وفيها قوميات زي طابع عنصري أو فاشي أو نازم هلا بأوروبا مثلا لما بتشوف انت اللي عم يسمونه الشعبويين وهذا هو حالي قومية داخل قلب الاتحاد الأوروبي وكل الدولة في مشكلة عم يعلى فيها الصوت القومي على صوت الاتحاد الأوروبي هيدا الوضع بد يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي نفسه هي عم تظن أميركا أنه والله جلبتهم للناتو لا في أوضاع داخل الفرنسا شوف شوف قداش أخذت ماري لوبان بفرنسا لح توصل كانت تغلب له ماكرون هيدا عنصريين بس أميركا بول كيندي ما طلبنا العداء مع أميركا نحن كعرب بالعكس تماما صار فيه ترحيب بين إداء ويلسون يمكن كان وقت عن موضوع حق تقرير المصير لما أميركا بعد الحرب العالمية الثانية عم تبقى هتحج من الفرنسا لتحل هي محل بوقت طرح حق تقرير المصير كل العرب رحبوا فيه شعوب ودول ونظم وزعماء نحن ما في بيننا وبين أميركا استعمار لأنه الاستعمار كان أوروبي عنا ما كان أميركا هذا كلام صحيح بس نحن شو عملنا لهم للأميركا لأول الدولة تعترف بالكيان الإسرائيلي شو سيوين لهم لحتى يشتاحون بهذا الشكل الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي شو عملنا لهم لحتى يحولوا إسرائيل إلى دولة نووية شو عملنا لهم لأنه معتد علينا نحن المظلومين نحن المتألمين من الاستعمار الأميركي بس نحن عمليا لما تجي للتطور التاريخي المعاصر يا خيمي ما عملنا شيء ضد أميركا نحن حتى وقت اللي صار فيه ضرب الأبراج ما في عالم من علماء المسلمين إلا ما استنكر كلهم استنكروا وزراء الأوقاف والأزهر وكربلة وغيره كله هيدا استنكر لأنه قتل المدنيين حرام بالدين مش بس بالبعد الإنساني القومي العربية ما بدنا ما بيكون النضال كله استنكر لكن هيدا صار بالإعلام الأمريكي لا شيء صاروا يحطوا عن التطرف المسلح وداعش وأخوات داعش وغيره وهيدا ويساووا فيه الإسلام ويساووا فيه الإسلام التطرف اللي هني ساعدوا على إيجاده وعلى تقويته وعلى دعمه وحطوا حد من الإسلام حتى يكون الشعور مثل ما قال عنه ظلق هيدا كندي الصغير الرئيس كندي الغير جورج لما ظلق وقال إنه الحرب صليبية تذكروا هالشي بهالحقد هيدا الرهيب على العروبي وعلى الدين عنا بالمنطق مرعب ما قالوا سبب عبدالعزيز الملك السعودي أول معاهدة اقتصادية تجارية ضخمة نفطية كانت مع أمريكا والعافس يعني كانوا العرب بذلك التاريخ مرحبين بحق تقرير المصير اللي عميناد وفي الأمريكان لأنه قال لك بهذا بصائبنا نحن حق تقرير المصير نخلص بالاستعمار الأوروبي ونتوحد ونرجع نسترجع فلسطين فإذا ما العرب فوجئوا بهذا العداء المفتوح واللي حتى الآن بها المعنى هيدا نحن ما عاد هنا ولا عم نقول أمريكا بدأ تصغط تصغط في دولة مثل الفلبين أو نيكارا جوا ما قلنا هك لا نحن منقول أنه أمريكا البعد الأمبراطوري تبعها بدأ ينهار وبدأ ينهار وبدأ يتزعزع وبدأ يتزعزع فما لح تعود حاكمة هلأ يعني بدأ تقول بدأ يتزعز عن عم نور بمرحلة التحول العالمية من الدكتاتورية الأمريكية إلى الديمقراطية الدولية بدأ تقول تعدد الأخطاء ديمقراطية دولية كل واحد يأخذ حجمه يا أخي ومنحتكم لحقوق الإنسان ومنحتكم للأمم المتحدة اللي بيحاجي لتغيير وتعديل خصوصا بموضوع مجلس الأمن شكرا شكرا لك على التوضيح والنقاط المهمة لأنه فعلا ما في خلافة التي تفضلت فيها لكن حتى لا يفهم من الحديث عن انهيار الامبراطورية الأمريكية ما هو أنه قص في سياس الأمريكية حتى في أحد المقابلات المقابلات الماضية خلصت بنهاية الحديث يا أستاذ كمال إلى أنه الصراع والتنافس بين الصين وأمريكا هو أساس حيكون بهالقرن الفارق بين الأسنين أن الصين لم تستمر ولم تحتل أي دولة في العالم في كل تلك وأن الصين تقدم حالة أعمار وبناء لكثير من دول العالم التالت بينما أمريكا احتلت واستعمرت وخربت كثير من دول العالم وهدمت وأنها قادرة على الهدم بينما الصين قادرة على الأعمار يعني هذه كانت خلاصة لها علاقة في كيفية رؤية الصراع بالقرن العشرين الأساس في الصين المبراطورية الأمريكية بين الفترة الحالية وفترة الخمسينيات والستينيات باللاحظ أنه كان في صحوي عربية بالخمسينيات والستينيات وصار في محاولات كثيرة لشرزمة هذه الصحوي العربية من خلال جلب أفكار غريبة عن المنطقة وإنشاء أحزاب تلتزم بأفكار غربية غريبة عن المنطقة وبالتالي بدل ما يكون كل الجهة الشباب العربية متجه باتجاه الوحدة العربية وبناء المجتمع العربي الواحد صار في نزاعات حزبية قدت إلى ما قدت إليه اليوم في أمر شبيه آخر ليس تحت اسم الأحزاب وإنما تحت اسم المجتمع المدني بدل ما يروح الشباب العربي اليوم باتجاه الخط القوم العربي عم بيحاول يسحبوه باتجاه ما يسمى بالمجتمع المدني بأفكار لا تتناسب أحيانا أو تتناقض أحيانا كثيرة مع واقع المجتمع العربي مع دينه مع حضارته مع انتمئه فهون المثقف الملتزم بتأديري أنا علي واجب تحديدا كيفية تقديم الفكر العربي الفكر القوم العربي وتحديدا يعني تجربة جمال عبد الناصر التي لا أزال أراها أنه مناسب للحاضر وللمستقبل كيفية تقديم لهؤلاء الشباب العربي حتى يكون جهود موحدة وليس الجهود مشارزة نقطة الأخيرة أنه كتير مهم ننتبه للتحذيرات التي يطلقها بعض المتنورين مثل ما صار مع الأخ كمال بال2003 والدكتور زياد حافظ حول انهيار الامبراطورية الأمريكية رغب بكل أوش قوتها في تحذيرات كثيرة تطلق أحيانا ومن خلال مراكز أبحاث غربية لكن نحن يمكن بس نسمع كلام من إنسان قريب أو عربي بشكل عام ما كتير بنأكد على وجوده لأنه ما زالت بزهن لأنه الكنيسة القريبة لا تشفي فدائما بدنا كنيسة بعيدة لحتى نقدر نقتنع فيها لا فيه طاقات عربية متنورة وفيه تحذيرات كتير نحن بلبنان يعني ياما أطلقنا تحذيرات في موضوع النظام الاقتصادي الذي اتبع ما بعد الحرب اللبنانية واللي كنا شايفين الانهيات اللي عم بنعيش حاليا لأن الأسعف الغالبية كانت عم طول أنه البلد ماشي وكل شي ماشي وكانت النتيجة أنه ما في شي ماشي شكرا لكم وشكرا لأخ كمال على هذا ما قدمه اليوم وليلأخو الحاضرين شكرا لك يا أخ نحن بيروت وحنختم بتعليق ختم بأستاذ كمال لكن قبل ما يتحدث أستاذ كمال أشير أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الجمعة بنفس التوقيت اللي التقين في اليوم حتكون الندوي حول دور تركية والمسألة الكردية في تداعيات الأوضاع بسوريا حتكون كمناقشة عامة حيتحدث فيها ويقدم الموضوع الدكتور محمد نور الدين وهو أستاذ التاريخ واللغة التركية في الجامعة اللبنانية في بيروت ولهو العديد من المؤلفات التي لها علاقة في تركيا بمجالات مختلفة هذه ندوة الجمعة القادم وعندنا أيضا يوم الأسنين مساء اللي لدينا هون في أمريكا الشمالية ساعة 8 مساء الأمسي ساعة الحوار التي نقيمها مساء كل الأسنين ساعة 8 بتوقيت واشنطن وأرجو ممن معنا في المرة الأولى الآن في هذه الندوي إنه تجدون على الصورة اللي عم تشوفوها الآن عنوان الإيميل اللي هو مكتوب كلمة إيميل تحت تأسسة في العام 94 هذا عنوان الإيميل الخاص بمركز الحوار أرجو أن ترسلوا الإيميل الخاص فيكم وأرجو لمن هو قادر مالياً على الاشتراك في مركز الحوار أن يقوم بهذا الأمر لأنه هو الأساس لاستمرارية هذا العمل على مدار 28 سنة ودخلنا في السنة 29 جزيل الشكر للذين تحدثوا والكلمة الأخيرة لأستاذ كمال لنختم فيها هذا الأمسي الطيب معه ومعكم جميعاً خض الأساس كمان أشكرك يا أخ صبحي وأشكر مركز الحوار على هالجهود الطيبة آملاً زيادة التبرعات لكم لأنه أنت لا وراك النظام ولا منظمات الله يوفقون وأنا كتير محيد بالانتقادات أو الآراء أو الاختراحات والأفكار اللي استمعتوا إليها وأستفيدوا منها إن شاء الله أشكركم جميعاً 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 من كل قلبي وإلى لقاءات مقبلة لمزيد من الفكر والمزيد من العمل بإذن الله من أجل أمة عربية موحدة ومتحررة ومتقدمة الله يبيرك فيك وكل عام وانت بخير على السنة الجديدة والعيد ميلادك ونرجو لك الصحة والعافي ولكل من تحب ولكل من كان معنا في هذه الندوي ولمن تحدث واللي لذين لم يتحدثوا وعمل إن شاء الله أنه نلتقي يوم الجمعة القادم مع التمنيات لكم بالصحة والعافي دوماً إلى اللقاء إن شاء الله قل السلام والتحية لكم السلام